شايف فيها مفاجآت كبيرة؟ أو شايف فيه لعيبة برّك هاتف مفوت تبقى موجودة في القائمة المبداية دي؟ والله يعني أنا أنا مش يعني هو خلاص كابتان حسام ده اختياراته طبعاً وكل دعم ليه طبعاً فكرة أخد بالك فيه نوعية لعيبة ممكن أكون أنا عندي قناعة بيهم ممكن يكون هو كابتان حسام مش قناعته بيهم عارف إحنا دايما لما باجئ حتى أتناقش على كابتان المنتخب دي أحب أقولك جملتين دول يعني إنه إحنا مندردش في الكورة إحنا بنقول رأينا بنستمتع بيه يعني إنه نقض نتناقش في الكورة في الأول الآخر الكابتان حسام حسن هيبقى هو اللي مزاكي اللعيبة دي كويس هو اللي عارف احتياجاته وإيه هو اللي عارف قطته هتبقى عاملة إزاي ويختار اللعيبة على أساسها فده مفهومه ده على جنبها هي بس مجرد دردشة أنا على فكرة بقول رأيه آه بالزبط آه أنا بقول رأيه ما بعنديش غضادة إن أنا أقول رأيه بسه كمان إحنا مش بنيجي على الكابتان حسام حسن هو حر تماما إنه يعمل له عايزة بس أنا يعني يعني طبعا هو قناعته بعض الناس يعني غياب النني مثلا غياب عمر كمال عبدالواحد غياب آآآآآآ ما يبقاش الغرض من الموضوع آآآآ أو تبقى الغرض من الموضوع هي وجهة نظر مش حاجة تاني ده المهمة عندنا يعني إيه بس ممكن شرحول يا كتر؟ يعني كان في كلام قبل كده مشكلة الكابتان حسام دلوقتي إنه هو رجل كان بيحلل الماتشفات بتاع المنتخب قبل كده فكان في كلام بيتقال مثلا منه على عمر كمالعب واحد إن أنا طلبت إنه هو يلعب باك رايت وهو مش عاجبه دلوقتي بيلعب باك رايت فما تكونش دي لأ ده حاجة تاني وجهة نظر فني أنا مقتنع مش مقتنع بيك مثلا كلعيب مش هزعل يعني مرة مثلا مرة من المرات الكابتان حسن حسن شاحتها قبل 2008 قال أنا مش أخد طريق السيد لإني طريق السيد ما بيعرفش يدافع طلعت أنا في التلفزيون قلت كان عارف إن الكابتان حسن هيخدني لإن أنا هشتغل على الحتة دي وهقوي نفسي وخدني 2008 ممتاز فهي يعني إيه يعني عرفني عيبي وأنا هشتغل عليه ببساطة عنديش مشكلة إنت مع فكرة استبعاد محمد النني؟ مش معاه ليه بقى؟ خد بالك أنا قلتها وبقولها كتير قوي إن إني اختاروا أرسن فينجر لأرسنال وبيمرنوا أر تيتا ومرنوا بيلاف البريمير ليج بأي حلم للأحوال حتى لو ما بلعبش باستمرارية بيتمرن جنب مين؟ بيستفاد قد إيه؟ من التمرين جنب الناس دي وبشوف لقطات كتير إن إني في الدور الإنجليزي لعب كبير قوي بس هو هنا أنا ما أحدش زي وزي كوكا زي وزي كوكا اللي هو الفروت بتاعه طبعا متكسر الدنيا بره بس هو حاس هنا إن هو مكروه حاس إن هو مهما عمل يعني مش بس إن إني مع صلاح مع حجازي هم أكتر لعب أشاركوا مع منتخب مصر هم بلاد في آخر عشر سنين حقيق فبرضو مع مكروه دي برضو ما هو بيشارك الراجل بيلعب على فكرة وليه مباريات مش حلوة وليه مباريات كتيرة حلوة مكروه جماهريا آه مش بحس كده لا أنا بقولك الكلام ده على مسؤولتي أنا فاكر إن إني قابل كاس العالم ١٨ تقريبا على ما أتذكر لو أنا مش ناسي بيطلق أصابة كده الناس كيتمرعوبة أنا محمد إن إني ما يلحقش كاس العالم هو ده بقى الناس هو ده بس أنا بشوفها كده يعني أنا معرفش ممكن لإن فيه أوقات كتير جدا إن إني بيبقى كويس أول ناس بتهجمه طب غامعة في إيه هو إيه الغرض يعني إنت بتهجمني لمجرد الهجوم ولا عشان أنا بلعب في الدول الإنجليز إنت بتهجمني ناس كتير يقولك يا عم ده بلعب إزاي في الدول الإنجليز ده يا باشد ده ده مختار عماليقة العماليقة في التدريب يعني